في إطار فعاليات مؤتمر المنظم العالمي الخيل العربية الأصيلة والذي تستضيفه مملكة البحرين والذي يقام تحت رعية جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلد المفدى أقيم في الاستبلات الملكية حفل استعراض للجياد العربية البحرينية الأصيلة بحضور اسمه شيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر رئيس الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة ورئيس المنظمة العالمية للخيل العربية الأصيلة السيد بيتر بوند وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وممثلية الوفود المشاركة من مختلف دول العالم وجدد سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة ترحيبه بجميع الوفود المشاركة في المؤتمر ببلادهم الثاني مملكة البحرين وتمنيا لهم طيب الإقامة ومشيدا في الوقت ذاته بجهود جميع أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة الدولية ومؤكدا حرص مملكة البحرين على ترجمة رؤى القيادة الرشيدة بتحقيق النجاح المنشود للحدث كما نقل سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة لممثلية دول المشاركة تحيات سمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة نجلي سمو ولي العاد رئيس اللجنة المنظمة العليا للمؤتمر مؤكدا اهتماما ودعم سموه للجهود التي تبذلها الواهو في سبيل ازدهار وتطوير مسيرة الخيل العربية الأصيلة وجرى خلال الفعالية استعراض الكثير من الجياد العربية التي تضمها الاستبلات الملكية والتي لاقت استحسان الوفود المشاركة كما تم استعراض الأنساب الأصيلة للجياد وأهم انجازاتها وأرقام عضوياتها في مكاتب تسجيل الجياد الرسمية بالإضافة إلى أهم المواصفات التي تتمتع بها حيث تضم الاستبلات الملكية أبرز أنواع الجياد الأصيلة التي تحظى بشهرة عالمية واسعة حسب الاعتراف الرسمي من قبل المتخصصين العالميين وخبراء الخيل العربية الأصيلة في منظمة واهو ترجمة نانسي قنقر